اشتركوا في القناة ابدأ فيديو النهاردة النهاردة يا جماعة معانا بيت خمس ادوار ارضي زائد اربع ادوار وروف ده كده شكل البيت من برا ده كده شكل الشارع اللي بيبص عليه البيت بتاع النهاردة دي كده الواجهة بتاعت البيت والباب بتاعه او البوابة الحديد اول ما بندخل من البوابة هنا كده بيجي لنا ده شكل المدخل بتاع البيت من جوه البيت يا جماعة ما شاء الله نظيف جدا زي ما حضرتكم شايفين كده وطبعا البيت عمدان الناس اللي دايما بتسأل السؤال ده البيت عمدان وده كده شكل السلم بتاعه اهو من جوه ما شاء الله نظيف جدا البيت مساحته 126.5 بالزبط مية ستة وعشرين متر ونص ده كده شكل المدخل وده برضو المكان اللي هو تحت السلم اعتقد كده واضح معنا وده برضو هنا كده اه ده مخزن تحت السلم وده كده شكل المدخل من جوه من فوق من على السلم ده كده المدخل بتاع البيت وطبعا زي ما تعودنا هنشوف دلوقتي نموذج لاحد الشؤا البيت اربع شؤا وارضي وروف ده كده احد النمازج معنا اللي هو في الدور التالت طبعا ده اللي كان اتيح لنا ان احنا نصوره اللي هو في الدور التالت هنا كده برضو جماعة شكل السلم بتاع البيت ده السلم اللي هو الرخام اللي هو كطع الرخام نبدأ بقى نخش نشوف اول نموذج للشؤا معنا ونقول بسم الله ما شاء الله اول ما بندخل كده جماعة بيجي لنا الصلاة طبعا الدور في شقة واحدة كل دور في شقة واحدة بمساحة البيت اللي هي 126 متر ونص هنا كده على اليمين بيجي لنا المطبخ والحمام ودي كده بتجي لنا الصلاة وعلى الشمال كده بتجي لنا غرفتين دي اول غرفة هي تعالوا نشوف الغرفة الاولى دي الاول دي الغرفة دي مساحتها الصافة بتاعها تلاتة في حوالي اربعة تلاتة في اربعة بتبص على الشباك ده وفي معنا برضو البلكونة دي على الشارع اللي هو بيبص عليه البيت ده كده التشطيب بتاع الشقة دي الشوقة كلها جماعة تشطيبها لوكس زي كده وبرضو نفس التأسيمة في كل الشقة ده هنا كده البلكونة بتبص برضو على الشارع اللي هو اللي احنا جايين منه دلوقتي اللي انا وريته لحضراتكم من تحت دي كده البلكونة طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرز عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا المجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك دي كده جماعة البلكونة ودي الغرفة الاولى اهو ده الشباك ده بيبص على منور بعد كده نرجع تاني دي الصلاة اللي احنا جايين منها اهيه وهنا كده بيجي لنا ده باب الشق اللي احنا دخلين منه ووراه هنا بتجي لنا الغرفة التانية دي كده تاني غرفة اهيه نخش برضو نشوفها دي برضو يا جماعة بتبص على نفس الشارع اللي بيبص على البيت يعني واجهة البيت غرفتين بيبصوا على الشارع دي برضو تقريبا نفس مساحة الغرفة الاولى تلاتة في اربعة وده الشباك اهو اللي بيبص على الشارع دي كده تعتبر الغرفة التانية البيت يا جماعة فيه عددات كهرباء كامل عددات كهرباء وفيه عدد مية للبيت الغاز لسه ما دخلش ده كده جماعة هنا شكل المطبخ ده المطبخ ده مسحته تقريبا اتنين متر فيه تلاتة متر ونص وهنا كده برضو شكل الحمام برضو مسحته حلوة من شاء الله بعد كده جماعة هوري لحضراتكم برضو الروف ده هنا كده الروف هوري برضو لحضراتكم متبلط كسر السراميك زي ما هو واضح قدام حضراتكم كده في الصورة ده كده اهو كسر السراميك بتاعه بالنقشة او الرسمة اللي قدام حضراتكم دي ده كده شكل السطح بتاع البيت او الروف ده يعتبر الجزء الفاضي اللي هو مش مبني الحتة دي هوري لحضراتكم برضو الايه الجزء التاني وطبعا معموله سباكة ومعموله صرف برضو هوري لحضراتكم برضو دلوقتي ده كده المساحة الكلية اهي بتاعت البيت من فوق اللي هو الروف وطبعا الصور هنا معمول صور عالي معاليين الصور قوي عشان الجار وكده عشان يعمل حاجز او فاصل بيني وبين الجار الجار ميبصش علي ده الباب اهو اللي احنا داخلين منه للروف وهنا كده الجزء ده مبني كده بس مش معموله السقف بتاعه يعني معمول بس كده اللي هو ايه معمول محارة وزي غرفة كده اهو ايه الجزء ده مقفول كده الغرفة دي بس السقف مش معمول وهنا كده برضو ده الجزء ده اهو وهنا ده منور والسباكة معمولة هيا جماعة واصل الغاية هنا معمول برضو الحنفية دي واصل الغاية هنا ومعمول ده الصرف اهو اللي قلت لحضراتكم عليه بحيس ان انت لو عندك حاجة مسلا حابب تغسلها على السطح حابب تمسح السطح بالمية في الناس اللي بيحبوا مسلا يغسلوا السجاجيت بتاعتهم فوق براحتهم كده في السطح بتاعهم عندك المية وعندك الصرف نرجع مع بعض بقى بيانات البيت كده مرة تانية بسرعة البيت يا جماعة مسحته مية ستة وعشرين متر ونص البيت خمس ادوار ارضي واربع ادوار متكررين بالاضافة الى الروف البيت كله متشطب كل دور في شقة واحدة غرفتين ورسبشن ومطبخ وحمام البيت كامل عدادات كهرباء وفيه عداد مية انما الغاز لسه ما دخلش البيت مطلوب فيه اتنين مليون وتسعمية الف قابل للتفاوض البيت عنوانه شبرى الخيمة بهتيم بعد الدائري عزبة رشوان وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة فيه رقم فون وفيه رقم فون زائد واتساب في حالة عدم الرد على طول بعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول موعيد العمل من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله